تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي سير عمل مشروع يعادة تأهيل خزان عبداللطيف ضمن مشاريع الصندوق العربي للإنماء وليعادة تأهيل مرافق المياه في عدن بقيمة 40 مليون دولار ويتضمن مشروع تأهيل خزانين مياه بقيمة 2 مليون دولار ووضح الزامكي أن المشروع يأتي ضمن المواصفات المطلوبة التي تتناسب مع تركيب الخزان لتحسين خدمة المياه بشكل كبير في مديريات خورمكسر والمديريات المجاورة حيث كان من المقرر الانتهام بالمشروع في نهاية عام 2020 ولكن بسبب جائحة كورونا تم تمديد المشروع إلى شهر مارس لعام 2021 وأضاف إلى أن الخزان الذي تم تدميره في حرب 2015 من قبل ميليشيات الحوثي على عدن يأتي ضمن الدفعة الأولى من مشاريع الصندوق التي تتضمن مشروع تأهيل أحواض منطقة العريش وشبكة المجاري في المعلة وخورمكسر ومشروع تأهيل أحواض كابوتا بقيمة 12 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر